السلام عليكم ازيكم عاملين ايه? عاملين بنعمل اليوم من دول بقى شوية حاجات كده عشان العيد قلنا المرة نعمل شوية بمبوني عشان شام النسيم جا في رمضان. ايه رأيكم بقى النهاردة نعمل البمبوني بتعم حلو قوي بنكهة البرتقان بطريقة سهلة جدا 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 ومقدرة بسيطة والعجينة هتبقى ملمومة معيك مضمونة مية في المية لمحتاجة زيادة ولا لابن زيادة تعالي نشوف هنعملها ازاي مع بعض. مبدئيا كده انا هستخدم هنا كيلو دقيق. فانت لو عايزة تقسمي الكمية ديت كيلو دقيق تمن كبايات دقيق. فلو عايزة تعملي نص الكمية دي هتعملي اربع كبايات دقيق وكل حاجة هتقسميها. يعني بدل اربع بيضات هتبقى بطين. بدل كبايتين لبن كباية لبن. بدل كباية سكر نص كباية سكر. فانا دي وقت هقول لك مقدار الكيلو دقيق هياخد ادقيق من المكونات معي. وانت لو عايزة تعملي اقل اقسمي كل حاجة على اتنين. اول حاجة معايا كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق يعني تمن كبايات دقيق. ومعايا كبايا نصها سمنة ونصها زيت. او ممكن تعملها نصها زبدة ونصها زيت. لكن مش زيت بس. لازم يكون في سمنة او زبدة. ومعايا كبايا من السكر. اربع بضغط بدرجة حرارة المطبخ. كبايتين لبن دفين. ومعايا معلقتين كبار من الخل. وكسيم من الخميرة الفورية. يعني معلقتين كبار. معلقة كبيرة بكينج بودر. وفانيليا. ورحة البرتقان دي اختياري. بس بتبقى خطيرة جدا. وكمان نص كباية زبيب دي اختياري لو عايزة تحطيها ومش عايزة برحتك. نقول مكونات تاني مع بعض. كيلو دقيق يعني تمن كبايا دي. كبايا نصها زبدة ونصها زيت. كبايا سكر. اربع بضغط بدرجة حرارة المطبخ. كبايتين لبن دافي. معلقتين كبار خل. كسين خميرة فورية. معلقة كبيرة. بيكينج بودر. ورحة البرتقان وفانيليا. تعالي بقى نشوف هنعملها ازاي. وزي ما قلت لك لو عايزة كمية قلي اسمي المكونات كلها. اول حاجة هعملها. هجيب اللبن الدافي بتاعي طبعا. وبعمل الخميرة والسكر. علشان نتأكد ان الخميرة شغالة. انا متأكدنا ان الخميرة بتاعتي شغالة وكويسة وكل حاجة. بس الخطوة دي مهمة لان لازم ندوب الخميرة والسكر ما يفعش نحطه مع الزيق كده. هتلاقيها عاملة زي الخرز معاكي مش هتبقي مرتاحة وانتي بتاعجين. خطت كبايتين لبن دافي مع كباية السكر ومعلقتين كبار من الخميرة الفورية. ولو هتستخدمي الخميرة القطعة يبقى قطعتين كبار. على طول ابتدت هي تشتغل وتتفاعر هضيف عليها دلوقت بقى معلقتين كبار من الخل الابيض. وهضيف عليها الخل ده بيخلي اللبن عامل زي الزباية دي. بيخليه تقيل وبيخلي العجنة طريقة قوي. كباية هي حطيت كباية نصها زيبدة ونصها زيت. وكمان هحط البيض بتاعي بقى اربع بضات. بدرجة حرارة المطبخ. لو البيض كبير هتستخدمي تلاتة. هحط عليهم الفانيليا وهحط بقى ريحة البرتقان. انا قلت لك اختياري بس بجد انا بعشق ريحة البرتقان دي بتدي ريحة تحفة في اي حاجة فيها البرتقان. وهبتدي اقلب كده. وهنزل بقى بالبيض على المكونات بتاعت دي. كده احنا عملنا كل المكونات السيلة مع بعض. فيش اسهل من كده. عطونا اللبان مع الخميرة والبيض والسمنة ورحة البرتقان والفانيليا. كله كده تمام. وقلبناها تمام كويس. قوي. اتأكدنا نقول البيض اه الضرب كويس. وكل المكونات بتاعتي دابت في الخليط السيل ده. نروح بقى المكونات الجفة بتاعتنا. هتجيبي العجنة بتاعتك او تعجنية على ديك مفيش اي مشكلة. هتحطي كيلو الزقيق على معلقة كبيرة من باودر رشة ملح ونص كوباية الزبيب دي اختياري. آآ في الخطوة دي بنحط الزقيق هنا ونقلبه شوية كده مع الزبيب. علشان كل الزبيب يتغلف من بره الزقيق فما يفصلش على العجينة بعد كده وتلاقيه بيفصل ويطلع بره العجينة. لا يبقى كله ممتازج مع بعضه. خلاص قلبت كده ادي مرتين تلاتة كده مع الزبيب دلوقتي بصي على طول ابتدت تخمر تاني الخالطة اللي انا عمليها مسافة ما قلتت دي مع الزبيب والبيكنج بودر. الحجم بتاعت ضعف وبقت كريمي جدا وتقيلة. هضيف كده المكونات السيلة بتاعتي كلها مرة واحدة وهخلط. شوفي بقى قد ايه المقدور ده آآ مزبوط جدا مش هضيف ولا اي حاجة. انا بس هعجن. شوفي العجينة بتاعتي هتبقى عاملة ازاي. شوفي البولة بتاعت نظيفة تماما. ما فيش اي حاجة لازق فيها. مش محتاجة ايه? مش محتاجة. خلنا نحط زبدة ولا لبن ولا اي حاجة. امشي على المقدور ده بالزبط ينجح معاكي جدا. ولو عايزة كمية اقل اقسمي كل حاجة على اتنين. ضربتها تقريبا عجنتها لمدة كده سبع دقايق او عشر دقايق لجهتما تلاقيها طرية جدا معاكي. وجميلة قوي من المسها حلوة قوي عجينة البريوش. تمام كده انا با لمها وهخمرها بقى لمدة نص ساعة ايها خمرت على طول معاكي. انا قعدت معايا نص ساعة. وحجمها ارتفع جدا لان انا المطبخ عندي سخنة قوي. فالحاجة فيه بتخمر بصرعة بصرعة واحنا في الصيف والجو حر مش هتخد معاكي وقت. لو في الشتة بتدفي الفرن وتسيبيها من نص ساعة لساعة لغاية تم تضاعف حجمها. وعلى طول بلمها كده وهنتشتغل فيها على طول. هاتي بقى الصواني اللي انت تستخدميها وادهنيها كلها كده دهنة زيت خفيفة علشان بريوش مال زقش فيها. وانبتدي بقى نشكله. كل ما بعمل حاجة وسيب العجينة بلاقيها بتضاعف وبتعلق. يعني ما شاء الله لك حاجة جدا. امسكي بقى العجينة بتاعتك وشكليها الاشكال اللي انت عايزها شكل البنبوني التقليدي دوت او الضفيرة او اي اشكال عجين انت بتحبيها اعمليها. بس الملحوظة اللي هدهلك في تشكيل عجين البريوش انك تصغريه خالص. بصي نعملها ازقد اللمونة الزغننة. هتطلع معاكي بمبونية او بريوش كبيرة لان هو بنسيبه يخمر تاني وبيخدش الفرن بيتضاعف حجمه كتير بيفرق جامد. يعني الكيلو دوت هيعملك تقريبا تلات اه سجان من الحجم الكبير. فما تكبريش العجينة علشان لو كبرتها هتلاقيها كبرت جدا في الفرن مش هتبقى حلوة. صغري خالص خالص يعني اعملي حاجات كده ماني ماني مانيك حاجاتك هده صغيرة هتلاقيها لما بتخمر معاكي بص صغنونة خالص. قد بالزبط اللمونة كده. وهواريكي دلوقتي هتخمر هتبقى عاملة ازاي? كده انا شكلت كله ده كان اخر صاغ انا عملته. هواريكي بقى اول صاغ كنت بعمله. الضعف حجمه ازاي? شوفيه? ما شاء الله الضعف حجم. انا بواريكي بصي قد ايه هنا? كبرت جدا. فاخص غاري بقى الحجم كده علشان تطلع معاكي. انا بواريكي دي قد المعلقة الصغنونة هاي? صغنونة خالص. وما فيش نص ساعة تقريبا. سبتهم يخمروا. او بلما عملت بقية البريوش التاني فكان حجمها آآ كبر. بعد ما تخلصي كل البريوش بتاعك سيبيه كله يخمر تاني لمدة نص ساعة عشان يتضايف حجمه. يعني ما تشكلهوش وتدخلي الفرن على طول لأس به يخمر. ويعملي بعد كده لما يخمر هتطلعيه. ويتعملي الخليط اللي بندهن به البريوش بتاعنا هو صفار بيضة مع شوية لبن وفانيليا ورشة نسكافيه. لو مش موجودة عندك آآ آآ غير شوية لبن ممكن برضو تعمليه بلبن بس النسكافيه والصفار البيضة بتديلها لون حلوة قوي. هنعمله هنغبزه في الفرن على درجة حرارة مية وتمانين لمدة ربع ساعة. هتدهني بقى كله بالخليط بتاع اللبن والبيض وهتحط عليه السكر او ممكن تحطي سكر وقرفة زي ما انت عايز ايه. وهنغبزه تاني على درجة حرارة مية وتمانين في الرف اللي في النص من عشر دقايق تقريبا لربع ساعة تبعيه. ولو لقتيه بعد كده محتاج الشوية بتشغليه. الافران اللي بيبقى فيها مروحة شغالي مروحة هتلاقيه مش هتحتاج ان انت تشغلي شوية. لكن الفرن اللي مفوش مروحة بتحتاج ان انت تشغلي شوية في الاخر علشان يديكي لون حلو. ودي نتيجة اللي هتطلع معاك في منتهى الجمال. بشو في حجم كبير ما شاء الله حلو جدا. وهاشش من جوا مش مكتوم. طريق طعم البرتقان فيه خطير. آآ حلو حلو. كل حاجة فيه جميلة. آآ وكمان لما تيجي تحفظي. احفظي بقى في علبة بلاستيك. لان دي كده مغبوزات طرية. سيبيه لغاية ما يتهوى معاكي وما يبقى ده فيه كده خلاص. تروح منه كل الحرارة بتبتدي تحطيه في العلاء بالبلاستيك عشان يحتفظ بالتراوة بتاعته. جرابي بجد البريوش بالطريقة دي هيعجبك جدا وحلوة. قوي قوي عشان كمان تحطيه جنب الحاجات الحلوة اللي عاملينها عشان العيد. كل سنوات طيبين. ما تنسيش بقى تدوسي لايت لو الوصفة عجبتك. وتشتركي في القناة واتفع علي الجرس واستنوني فصفات تانية سهلة وجديدة ونجحة ومختصرة. ترجمة نانسي قنقر